الرسالة من مصر ومن الأخ العزيز الدكتور محمود تحياتي للدكتور محمود له ولعائلته الكريمة السؤال هكذا يقول هل توجد كائنات فضائية على الأرض وماذا تفعل هذا السؤال يرجع فيه إلى أهل الاختصاص لكنني سأجيب بحكم أن جانبا من السؤال له مدخلية في مجال اختصاص في معارف الكتاب والعتر هل هناك كائنات فضائية على الأرض وماذا تفعل في البداية لا بد أن نقول هل في الكون غيرنا بحسب ما يقوله العلماء المتخصصون في زماننا في إطار المنطق الأكاديمي وفي إطار البحوث العلمية الرسمية المعاصرة يقولون هكذا إننا لم نكتشف حياة بحسب ما استطعنا أن نبحث في هذا الكون المرئي بالنسبة لنا في الجزء المرئي من الكون لم نكتشف حياة في غير كوكب الأرض هذا هو الكلام الرسمي المعروف والذي يدرس في الجامعات العلمية ويطرح في المؤتمرات العلمية العالمية ويكتب عنه ويكتب عنه في الدوريات العلمية الرصينة هكذا يقولون يقولون لم نكتشف إلى الآن آثار حياة في الكون المرئي حينما يقولون الكون المرئي ما استطاع أن يجعلوه قيدا للدرس من خلال رصد الكواكب والنجوم والفضاء من خلال أبحاث علوم الفضاء فهناك الكون الكلي وهناك الكون المرئي الكون الكلي الإنسان لا يعرف بدايته ولا يعرف نهايته قطعا للكون بداية ونهاية الإنسان لا يعرفها وإنما يتحدث علماء اليوم عن الكون المرئي ما استطاع أن يرصدوه يقولون من أنهم لم يكتشفوا آثار حياة في الكون المرئي إلى الآن ربما يكتشفونها بعد ذلك هذا ما يقال في الأجواء الرسمية على الحواش فإن العلماء يتكلمون بأشياء أخرى يقولون هناك ما يشير إلى وجود حياة في مناطق أخرى من الكون البعض منهم يستدل بأمواج تصل إلى الأرض لا يستطيعون تفسيرها لكن هذا الكلام يقع على الحاشية والبعض منهم هكذا يحلل الأمر يقول من أننا على حاشية مجرة درب التبان يتحدث عن الكرة الأرضية والكرة الأرضية كوكب صغير هذه الأعداد الهائلة في الكون المرئي وأكثر منها في الكون اللامرئي في الكون الذي لم يستطع الإنسان أن يصل إليه أن يجعله تحت عدسة البحث لا يعقل أن لا توجد حياة أخرى لا يعقل أن لا توجد كائنات أخرى والذي أتوقعه كما هم يقولون هذا ما هو كلامي يتوقعون أن حياة في الكواكب الأخرى لماذا لا يتواصلون معنا هكذا يقولون لأنهم أكثر تطورا منا وحينما ينظرون إلينا ينظرون إلى كوكب متخلف فلا يريدون أن يتواصلوا مع كوكب متخلف مع مخلوقات تضر نفسها وتضر كوكبها هذا كلام يقولونه وهناك كلام يقال في الإعلام من أن كائنات فضائية نزلت إلى الأرض وأن البعض منها على قيد الحياة ومن أن تلك الكائنات موجودة تحت سلطة الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية ألفوا كتبا وصنعوا أفلاما وألقوا محاضرات في هذا لكنهم لم يقدموا دليلا على هذا كل الأمر تخرصات ويضاف إلى هذا نظرية المؤامرة الكبيرة في العالم وقد يكون في كلامهم شيء من الصحة لكن هذا هو الذي يطرح وفي الأيام القريبة عرضوا هيكل عظمية لمخلوقات فضائية كما يقولون عرضت الهياكل العظمية في برلمان المكسيك لكن كثيرا من اللغط يدور حول الموضوع وهناك تشكيك كبير بالموضوع من قبل العلماء في المكسيك وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية لأن الذين عرضوا تلك الهياكل العظمية يقولون من أن عمرها يصل إلى ألف سنة يعني أنهم قد وصلوا إلى الأرض وماتوا هنا قتلوا قبل ألف من السنين هذا كله في الأجواء العامة في الثقافة العامة في قرآننا في قرآننا هناك كائنات كثيرة في هذا العالم الفسيح وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة وقت الحلقة يجري سريعا بنحو سريع إنها الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ما بث فيهما في السماوات والأرض الآية صريحة فهناك دواب الأرض الإنسان وغير الإنسان وهناك دواب السماء أما هذا التفسير في كتب المخالفين من أن دواب السماء الملائكة فهذه مسخرة القرآن يرفضها سنقرأ آية أخرى ترفض هذه المسخرة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في السماوات والأرض من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذن هناك دواب في السماء وهناك دواب في الأرض ودواب الأرض الإنسان وغير 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 الإنسان من الحيوانات والطيور وغير ذلك ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة إذن الملائكة ما هم من الدواب كما يقول مفسر سقيفة بني ساعدة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ففي السماوات دواب وفي الأرض دواب والملائكة وهم لا يستكبرون إذن الملائكة ما هم من دواب السماوات والأرض والسبب أن الملائكة خلقوا من شيء يختلف عن الشيء الذي خلقت منه دواب السماوات والأرض إذا ما ذهبنا إلى الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من سورة النور والله خلق كل دابة مما كل دابة من دواب السماوات والأرض إذن هناك شيء من التواصل فيما بين دواب الأرض ودواب السماوات من جهة الخلقة لماذا؟ لأننا في أحاديث العترة في زمن الظهور فإن دولة محمد وآل محمد ليست خاصة بالأرض وإنما ستكون حاكمة على كل الكون سنتواصل مع تلك المخلوقات وتلك المخلوقات ستتواصل معنا وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة والله خلق كل دابة مما دقق النظر في الآية فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشأ الآية لم تحدد أصناف الدواب بشكل كامل وإنما تحدثت عن أهم الأصناف قالت فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع هذه الأصناف التي نراها على الأرض يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير هذه التعابير تشير إلى دواب السماوات دقق النظر في الآية فإن الآية تتحدث عن دواب السماوات ومن أنها تخلق من الماء أيضا هذه قاعدة عامة والله خلق كل دابة من ماء ومر الحديث في الآيتين المتقدمتين عن دواب السماوات والأرض فهذه الآية تحيط بكل الدواب والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع وهذه الأصناف موجودة أيضا في المناطق التي فيها من المخلوقات في هذا الكون يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير في أحاديث العترة الشريفة هناك مخلوقات في هذا الكون مرتبتها دون مرتبة الإنسان وهي على أصناف ومن هذه المخلوقات أقوام يأجوج ومأجوج بحسب أحاديث العترة فإن أقوام يأجوج ومأجوج في السماء وليس في الأرض والسد في السماء وليس في الأرض وإلا إذا كان في الأرض ففي أي مكان لقد حار حار المفسرون في أحاديث العترة فإن السد في السماء وإن قوم يأجوج ومأجوج في السماء هناك أقوام دون الإنسان في المنزلة والمرتبة وهناك أقوام بنفس منزلة الإنسان وهناك أقوام أرقى من الإنسان بكثير الأقوام الذين يقطنون في منطقة جابلقا في منطقة جابرسة ماذا أصنع للوقت وقد قاربنا وقت أذان النجف وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة التي وصلتني من مصر من القاهرة من الدكتور محمود والتي قرأت سؤاله منها وبدأت بالإجابة لكن وقت الحلقة انتهى هل توجد كائنات فضائية على الأرض وماذا تفعل ماذا تفعل هذا هو شأنها ولكنني سأقف عند الجزء الأول من السؤال هل توجد كائنات فضائية على الأرض بحسب العلوم المعاصرة ومن خلال ما يكتب في الكتب المختصة بهذا الموضوع أو من خلال المؤتمرات العلمية ومن خلال البيانات العلمية والإعلامية للمؤسسات المختصة بهذا الموضوع فإنه إلى هذه اللحظة بشكل علمي واضح وبطريقة رسمية لم يصرح ولم يبين إلى الآن من أن من أن كائنات فضائية وصلت إلى الأرض وتواصلت مع الإنسان أو أن الإنسان تواصل مع كائنات فضائية في في الكواكب الأخرى هذا الكلام لم يطرح بنحو علمي بحسب المنطق العلمي الأكاديمي المؤسسات العلمية لم تصرح بهذا لكن على حاشية الموضوع هناك كلام كثير في الإعلام في زوايا السياسة وحتى على ألسنة العلماء والمختصين لكنهم لا يتورطون بتصريح علني واضح ومؤكد وإنما يضعون الأمر في قائمة الاحتمالات نشاهد هذا الفيديو عبر قناة سكاي نيوز عربية لم يكن المؤتمر الصحفي لفريق مستقل ترعاه ناسا مثيرا بما يكفي من حيث النتائج التي خلصت إليها دراسة بدأت منتصف العام الماضي للتعرف أكثر على الظواهر الشاذة مجهولة الهوية ومن بينها الأجسام الطائرة لكن تصريحات مدير الوكالة عوضت بعضا من ذلك إذا إذا سألتني هل أؤمن بأن هناك حياة في كون هائل الكبر لدرجة يصعب استيعابها فإجابتي هي نعم لكنني سألت بعض علمائنا وكذلك سألتنا صحيفة الواشنطن بوست عن الاحتمالية باستخدام الرياضيات عن وجود حياة أخرى في هذا الكون وإذا ما أحصيت مليارات النجوم والمجرات واحتمالية وجود كوكب صخري فيه مقومات حياة فإن الاحتمال على الأقل هو تريليون أما نتائج الدراسة فهي محيرة أكثر منها مثيرة أهم ما في هذه الدراسة هو أن هناك الكثير لتعلمه وفريق الدراسة المستقل التابع لناسا لم يجد أي دليل على أن الظواهر الشاذة والإجسام الغريبة لها أصل من خارج الكوكب لكننا لا نعلم ماهيتها ولهذا أعلن تعيين مدير وفريق لدراسة هذه الظواهر تصريحات مسؤولينا سدائما يصاحبها تشكيك في مصداقيتها ولذا بدى طبيعيا أن يتعهد فريق البحث بالشفافية مع الجمهور نؤكد أن عملنا يقوم على الأدلة وتقوده البيانات ويقدر الشفافية والانفتاح نهدف من خلال عملنا إلى تعزيز الثقة والتعاون مع الجمهور ولا يبدو مستغربا تركيز فريق ناسا على التعهد بالشفافية ومشاركة المعلومات في دراسته المعلنة الأولى إذ يثير ملف الأجسام الطائرة الغريبة والظواهر الجوية والفضائية جدلا يتنام بالطراد على شبكة الانترنت وفي بعض الدوائر السياسية والاجتماعية المناهضة لاحتكار المعلومات ورغم تشكيل ناسا لفريق لدراسة الظواهر الغريبة والأجسام الطائرة وتعهدها بالشفافية مع الجمهور يدعي البعض خاصة من أتباع نظريات المؤامرة بأن الوكالة تخفي أكثر مما تظهر وبأن جهودها تركز الآن على التحكم بما يقال أكثر من تفسيره وهو ما يعني بأن الجدل بشأن الفضائيين والأجسام الطائرة وحتى مصداقية السلطات لن ينتهي قريبا أنس الصبار سكاينيوز عربية واشنطن هذا التقرير الموجز يلخص لنا الواقع العلمية الأكاديمية المعاصر وما يظهر من المؤسسات العلمية المختصة بهذا الموضوع على ساحة الإعلام كما قلت لكم الكلام الرسمي خلي من إثبات وجود كائنات فضائية وصلت إلى الأرض أو أن الإنسان تواصل معها في المناطق المختلفة من هذا الكون المرئي بالنسبة للإنسان لكن على حاشية الموضوع في الكواليس هناك كلام كثير وأعتقد أن التقرير فيه ما فيه مما يؤيد ما قلته قبل قليل وما أقوله الآن أعود إلى قرآننا فإن القرآن في سورة الشورى في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة خبرنا ونبأنا عن وجود كائنات كثيرة في كوننا هذا ومن آياته من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب ما بث ما نشر الأرض كوكب صغير وفيها أعداد هائلة من الكائنات الحية ابتداء من البشر وانتهاء بالكائنات الحية المجهرية التي لا ترى إلا بالمكبرات إلا بالمجاهر كوكب صغير فيه أعداد هائلة من الكائنات الحية كم هو عدد الكائنات الحية في البحار البحار تحتل المساحة الأكبر من كوكبنا هذا وما بقي من اليابسة كم فيه من الكائنات الحية مع أن الكائنات الحية إلى هذه اللحظة لم تشغل من اليابسة إلا جزءا قليلا منها الجزء الأكبر من اليابسة فيه بعض الكائنات الحية أما بن البشر فإنهم يتركزون في بعض المناطق من المساحة اليابسة من كرتنا الأرضية الآية تقول بث فيهما نشر فيهما فمثلما نشر الله من الكائنات الحية في الأرض نشر ذلك في هذا الكون العظيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما هذا يعني أن أعداد الكائنات الفضائية أعداد كثيرة جدا الآية تخبرنا عن ذلك ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون الملائكة ليسوا معدودين في دواب السماوات الآية واضحة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة دواب السماوات والأرض قطعا دواب السماوات أكثر أكثر وأكثر من دواب بالأرض لأن الأرض مكان صغير بالقياس إلى هذا الكون العظيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ونقرأ في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من سورة النور والله خلق كل دابة مما والله خلق كل دابة مما هذه قاعدة تطبق على دواب السماوات والأرض لا علاقة للملائكة بذلك فمنهم من يمشي على بطنه هذا نعرفه في الأرض كائنات حية تمشي على بطونها فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين البشر الطيور ومنهم من يمشي على أربع وفي أحاديث الأئمة ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك الحشرات أرجلها كثيرة يخلق الله ما يشاء القضية ليست محصورة بهذه الأنواع وهذه الأصناف والحديث هنا عن الدواب عموما الآية ما تحدثت عن دواب الأرض والله خلق كل دابة مما والقرآن حدثنا عن دواب في السماوات وعن دواب في الأرض فمنهم من يمشي على بطنه هذا في الأرض وهو موجود أيضا في السماء نحن لا نعلم ذلك إلا أن الآية لا تمنع وجوده فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع هذه أصناف بعد ذلك الآية تفتح الباب واسعا يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء من هذه الأصناف ومن غيرها من دواب الأرض ومن دواب السماء إن الله على كل شيء قدير وماذا نقرأ في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأنعام صحيح أن الآية بخصوص دواب الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك فهذه الحيوانات الزاحفة البحرية البرية هذه الطيور أمم أمثالنا حينما نتحدث عن أمة هناك منظومة اجتماعية هناك أعراف وقوانين قطعا مع كل أمة بحسبها وحينما أقول مع كل أمة بحسبها بحسب مستوى إدراكها فهذه الحيوانات تدرك بحسبها وهكذا فإن منظومتها الاجتماعية ستكون بحسب مداركها وما من دابة في الأرض ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك هذا هذا يمكننا أن نجعله ساريا على دواب السماوات لأن الآيات المتقدمة كانت تساوي بين دواب السماوات ودواب الأرض ما قرأته عليكم في سورة الشورى وما قرأته عليكم في الآيات الأخرى المضمون واضح من أن الآيات تتحدث عن تشابه بين دواب السماوات والأرض بدرجة من الدرجات هناك دواب موجودة في الأرض ودواب موجودة في المناطق المختلفة من هذا الكون سبحانه وتعالى بث دوابه في الأرض وفي السماوات وهذه حالة واضحة من التشابه في طريقة وجودها وحينما تحدث القرآن في سورة النور من أن الله خلق كل دابة مما فهذا الكلام شامل لدواب السماوات ودواب الأرض لا يستطيع أحد أن يحصره بدواب الأرض فقط حتى لو ورد في الروايات والأحاديث ما يفهم من أن الآية تتحدث تتحدث عن الأرض فهو حديث عن مصداق واضح وحسي وقريب وإلا فالآية تتحدث بحسب سياق الآيات المتقدمة التي قرأتها عليكم الحديث هنا عن دواب السماوات والأرض عموما فمثل ما هناك قانون الأممية في دواب الأرض سيسري هذا القانون على دواب السماوات وهذا واضح في الروايات التي حدثتنا عن الأمم التي خلقها الله وبثها في السماوات في الكواكب في هذا الكون الوسيع الفسيح وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم أنا لا أتحدث هنا عن الجن فالجن منهم من يعيش في الأرض ومنهم من يعيش في الماء ومنهم من يعيش في الفضاء والذين يعيشون في الفضاء يعيشون في منظومة كبيرة القرآن يخبرنا عنهم ويحدثنا مثل ما جاء في سورة الجن في الآية الثامنة بعد البسملة والتي بعدها الجن يقولون وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا هؤلاء كائنات حسية موجودة متحركة ماذا نقرأ في سورة الملك في الآية الخامسة بعد البسملة وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين عملية الرجم عملية حسية وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِير موطن الشاهد هنا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين هذه وسائل دفاع وحماية في ثغور السماوات في الحدود التي لا يريد الله لهؤلاء أن يخترقوها وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين الشياطين صنف من أصناف الجن فالجن قوميات وشعوب وقبائل فهناك الشياطين وهناك العفاريت وهناك الأبالسة وهناك الفراعنة وهناك الأسامرة وهناك الأفاترة وهناك وهناك أقوام وشعوب أعمارهم طويلة يتكاثرون بطريقة تكون أعدادهم أكثر من بني البشر وشعوب وشعوب ليس البرنامج وأننا لمسنا السماء اقتربنا من الحدود التي لا نستطيع أن نتجاوزها لكننا قاربناها هم في حالة تجسس الجن في الفضاء لهم دولتهم لهم حضارتهم ودولة قوية جدا وهاهم يتحركون للتجسس على المناطق التي لا يحق لهم أن يصلوا إليها وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع للتجسس للتنصت وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إذن هناك عملية حرب وهناك أمم هذه أمة من الأمم الروايات حدثتنا وبيّنت لنا من أن أمم في هذا الكون الوسيع منزلتهم الإدراكية الحضارية دون منزلة الإنسان ومنهم منهم أقوام يأجوج ومأجوج هذا صنف من الأصناف هناك أصناف أخرى وهناك أصناف من الأمم بمستوى الإنسان وهناك أصناف أعلى منزلة من الإنسان الروايات حدثتنا عن حضارة جابلقا وعن حضارة جابرسا هذه مناطق فسيحة ووسيعة في هذا الكون العظيم أعداد هائلة من الكائنات الحية في هذه المناطق الحضارية المتقدمة جدا وهؤلاء سترفع الحواجز فيما بيننا وبينهم في دولة قائم آل محمد أتعتقدون أن دولة قائم آل محمد تكون محصورة بالأرض هذا الكون العظيم هل هو خال ليس فيه من مخلوقات أي كلام هذا أي هراء القرآن يتحدث من أوله إلى آخره عن أن كونه مليء مليء بالكائنات وماذا نقرأ أيضا في سورة الرحمن الكلام هنا عن الإنس والجن لماذا لأن الآية تخاطب المجموعتين ولأن السورة بكاملها تخاطب المجموعتين يا معشر الجن والإنس ها هي الآية تخاطب المجموعتين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هناك إجازة الأسباب متوفرة بإمكانك يا أيها الإنسان أن تصعد إلى الفضاء وبإمكانك يا أيها الجن أن تصعد إلى الفضاء ولكن بحدود بحدود القدرات التي تتوفر لديكم وإذا ما تجاوستم المناطق التي يحق لكم أن تصل إليها فإنكم ستنتهون ستضربون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا بد من قدرة السلطان القدرة والتسلط على الأشياء وهذا ما يفعله الإنسان عبر العلوم المعاصرة وعبر التكنولوجيا إنه يريد أن يطوع الطبيعة يريد أن يطوع عالم الفضاء تحت سلطته هذا هو الذي يفعله الإنسان الدول الكبرى التي تطورت علميا إنها تتحرك بهذا الاتجاه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لكن لا تستطيعون أن تقوموا بذلك من دون سلطان أحاديث أمير المؤمنين حدثتنا عن أن ذا القرنين لا أتحدث عن الإسكندر المقدوني إنني أتحدث عن ذا القرنين الذي ذكر في الكتاب الكريم في سورة الكهف هذا الذي تهيأت له كل الأسباب قام برحلة فضائية الأقوام في الفضاء هم الذين استنجدوا به وبنى سد يأجوج ومأجوج في الفضاء في منطقة بعيدة من هذا الكون المرئي الروايات حدثتنا وبيّنت لنا هذا المضمون وقد تحدثت عنه في برامج السابقة يمكنكم أن تعود إلى تلك الحلقات كي تطلع على قصة ذي القرنين ورحلته الفضائية بحسب ما بيّن لنا ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا مثال من الأمثلة وما يجري في عصرنا من غزو الفضاء هو مثال عملي واضح بين أيدينا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران متى يكون هذا إذا ما تجاوزسم الحدود مثل ما مر علينا في الآيات من سورة الملك وسورة الجن يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران هذه أسلحة معدة لحماية الثغور التي لا يحق لا لبن البشر أن يتجاوزها ولا لبن الجن فهناك أمم كثيرة في هذا الكون بحسب القرآن المفسري بتفسير العترة الطاهرة وبحسب أحاديث العترة الطاهرة هل هناك كائنات وصلت إلى الأرض هذا الأمر ليس مستبعد ليس مستبعد فإذا تخبرنا الروايات الروايات مع الآيات من أن قوم يأجوج ومأجوج حينما يقترب يوم القيامة إنهم سينزلون إلى الأرض مع أنهم أمة متخلفة فإذا كانت الأمة المتخلفة بإمكانها أن تصل إلى الأرض وأن تهيمن على الأرض في فترة ما بعد الرجعة العظيمة عودوا إلى برنامج دليل المسافر ستطلعون على هذه المطالب فمثلما بإمكان بإمكان يأجوج ومأجوج أن يأتوا من الفضاء إلى الأرض بإمكان غيرهم خصوصا الأمم التي حضارتها أرقى وأعلى مما عليه الإنسان في الأرض الشيء اليقيني أن الكون الفسيح مليء بالأمم والأقوام والشعوب المختلفة ومن مختلف الأجناس أتحدث عن الأجناس الفضائية هذا أمر يقيني القرآن يتحدث عن وأحاديث العترة الطاهرة هل بإمكانهم أن يأتوا إلى الأرض اليقين أن تواصلا سيكون فيما بيننا وبينهم في الدولة المهدوية واليقين أن أقوام يعجوج ومعجوج سيأتون إلى الأرض فإذا كان هذا الإمكان موجودا يمكن أن يتحقق في زماننا أو في زمان آخر أن يأتي منهم من يأتي للتجسس على الأرض أو لأي أمر آخر لاكتشاف ماذا يوجد على هذا الكوكب مثلما يندفع بن البشر يبحثون في هذا الفضاء أعتقد أن صورة هي صورة إجمالية ولكن هذا هو الذي يتوفر من المعلومات مما تتحدث عنه الآيات والروايات والسائل إذا أراد أن يطلع على تفصيل أكثر فليعد إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن الرحلة الفضائية لذي القرنين أتمنى أن تكون الإجابة مفيدة تحياتي للدكتور محمود ولعائلته الكريمة في القاهرة نذهب إلى لأفصيل شكرا